دي اللي نحطة اللي بتوزر وبعدين لما بدأنا موضوع كورا ده استغربت جداً بسأل الناس احنا رايحين البرايد كده متاعنا بس هي البطاطا اللي طعوها حل عشان في حاجة ممتعة جداً بتحصل النهار احلى عندنا بيمطر ايام وبيكون حط قبل ما نبدأ عايزة فكركم ومفكر نفسي باخوتنا في فلسطين وفي لبنان وفي سوريا وفي كل مكان الغاصبين المسيطرين عليه نحنا ندعلهم ونحاول نتبرع لهم ان امكن ونحاول على قد ما نقدر نحنا نفتكر المقطع ربنا يفرجها عليهم وعلينا ونصورهم على الغاصبين ساعة خمسة وثمانطوشة دقيقة نهضة يوم السبت انا رايحين نصل الفجر تعملوا ايه؟ عشان في حاجة ممتعة جداً بتحصن النهاردة عادي نشوف اللي هيحصن احنا قبل السنة والحاجات كلناها مضغطة سنة الفجرة بتحصن النهاردة المفترض المفترض الصورة بسرحة الهدى ثانية الفيديو بسرحة اشتركوا في القناة 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 يعني حتى الفريق بتاعنا بعد ما الموسم خلص ما حدش فكر ان هو يقدم او عدد صغير جدا يقدم في موسم الصيف انا كنت مستغرة بالصراحة في البداية ولكن بعد شوية اكتشفت ان هو مجهودة نلزين انك تاخد لي عال مرتين ومرة صبح بدري ومرة بعد الشغل يعني ما عرفش حسيت الموضوع مرهق جدا يعني انا حتى ما فكرتش ان انا اوديهم تاني في الصيف بقى في الصيف يخلص التيرم الرابع وبقى بياخد الأجازة كبيرة بيكون فيه برامج تانية سواء بقى في المسجد برضو المسجد بيعمل برنامج صيفي وبيعمل برنامج طول السنة او ان انت بقى تخدهم توديهم سباحة او تلعبهم نفس الرياضة تاني احنا رايحين برايت كده متاعنا دي عشان ان السيزن خلص نادي ايه نادي ايه بقى نادي باي اولمبيك أحنا مجرد انا شمتاكد تعال نشوف لا مش هنا انا مقلقين هندخل على القاعة الكبيرة اوه والله مش عارب فيه كؤوس هناك هيك ما هذا؟ معلقين كل بلاد العالم لا أعرف أين؟ أين؟ معلقين عالم فلسطين نسي يونس مرحباً مرحباً ده أنس يا جماعة بعد ما لعب خمسة واربعين ديئة تحت المية تحت المطر ولا يزال الفيديو تلعب ديونس يونس ايه أنس عايز تقول ايه حاضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهل بكم في فيديو جديد مع يحجة وانس نهاردة هندخدك في رحلة عشان ده طبخ طبخة عظيمة أول حاجة هنجيبها ايه؟ لحمة هنجيبها منين؟ يونس حاليا البيت من عند يونس يلا بينا يلا يونس وصلنا ماشي يلا بينا الوقت وصلنا يونس حاليا البيت تعال هندخد نختار اللحمة ها ايه الخبار؟ جبنا اللحمة؟ الحمد لله وانت معاك ايه وريني؟ رز معاك ايه؟ ده رز كما تقرر اللي عليه كده تشوف عليه ايه؟ بص قدامك اه دي بوهرات يلا بينا روح بيت؟ بينا ورس اوه دلوقت هنروح نجيب فلفل ويه كمان؟ وطبق فويل ويه كمان؟ وبطاطر شوية بطاطر كده نجيب فلفل ايه؟ عشان نعمل بي دقوس 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 ماشي ايوه نفس الحالي بس مش نفس الاسم وص يا جماعة بص يا جماعة ده هو هون نو س أو كاوندون مهد ما حدث بص بابا ايبوا 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 ينبت الفلف؟ ورين ولا ورين ورين приложيش خيص دت اللقات بصوا دي هي ده البطاطا بطاطا مش بطاطس للسوريين اللي هي البطاطا بس هي البطاطا اللي طعوها حلوة دي حتة البحسبة اللي بنحسب فيها وفي خميرات المرأ بفوق هناك معرفش انتو شايفين هولا وهنا في محسبات تانية دي اللي حتة اللي بتوزن ودينا تاني في العربية رجعنا تاني جلمر عشان في ما كانش فيه طبق فايل على قد الصيز اللي احنا عايزين هذا هو الطبق اتمنى ان هو يصبق معنا يلا بينا الى المنزل زي ما انتو شايفين كده بيمطر احلى عندنا بيمطر ايام وبيكون حر قوي ايام شانا احلى بفصل الربيع طيب احنا دلوقتي مستعدون اللحمة وهذه البطاطا وهذه الطبق وهذه البهارات تلك العربية مجفلة الصابع مجفلة انثقات احنا هي مجفلة الهواء هو دا بقى أقوال الربيع دنيا مطر مطر السنين والصبح كده تحرى حر السنين هو دا الربيع في نيوزيلندا وأخيراً تعليق من تعليقات أصدقائنا الموجودين في القناة كان حد بيسأل بيقول عملنا فيديو جديد عن الأسعار وعن المنتجات والكلام ده فأنا يعني الفيديو اللي عملناه قبل كده أعتقد أنه كان كافي ووافي ولكن الأسعار فيه طبعاً هكون قديمة فلو حبين أحطلكوا تحت لينكات لبعض السوبر ماركتات الكبيرة وبعض الأماكن اللي أنا بشتري منها بحيث أنك تدخل تبص على الأسعار الأسعار اليومين دول ولعت الصراحة ربنا وسر علينا وعلى كل الناس